أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف العملية الانتخابية التي تجري في البلاد في الفترة الحالية وأوضحت الوزارة في بيان أن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة التي تمس سلامة التراب الوطني ألقت القبض على عنصر إرهابي مطلوب لدى السلطات بعد نصب كمين له في محافظة المهدية وسط شرق البلاد مشيرة إلى أنه كان يستعد في هذه الفترة إلى تنفيذ عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد وتم حجز معدات إلكترونية أعدات للغرض استهلت فعاليات الأسبوع الثقافي لبركينا فاسو في الكويت يومها الأول بحفل موسيقي ومعرض مميز على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في منطقة السالمية وقدمت الفرقة الموسيقية التقليدية جيغيا حفلا موسيقيا راقصا من خلال أعضائها وتم تقديم الحفل وعروض للأزياء التقليدية الخاصة في بوركينا فاسو فيما غنى المطربون باللهجة المحلية في بوبو ديولاسو وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد ومقر الفرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر